أهلاً ومرحباً بالجميع يقول محمود درويش ستهاجرون إلى أوروبا وتلتزمون بالقانون ولا ترمون أعقاب السجائر على الأرض ولا تدخنون في الأماكن العامة وتعبرون من الأماكن المخصصة للعبور وسيكون لديكم حس أمني حتى لو سرقت قطع من أمام نافذتكم ستبلغون الشرطة ستلبسون حزام الأمان عند قيادة السيارة وتضعون مقعة خلفي لطفي وتقفون في الطابور حتى لو بلغ كيلو متر وعندما تحصلون على الجنسية الأوروبية وتنتخبون من يمثلكم ستبحثون عن تاريخه وماضيه ومهنته لو فعلتم كل هذا في بلادكم لما كنتم كررتم الهجرة شكرا وإلى اللقاء